السلام عليكم أصدقائي إذن وصلنا إلى نص نهائي كأس سوريا أربع عندي وصلت إلى نص نهائي كأس سوريا في فيديو اليوم رح نحكي عن موعد وتوقيت مباريات زهاب كأس سوريا أربع عندي مباريات الحلم مباريات المصير مباريات أكون أو لا أكون مباريات صراع الجبابرة للتعويض للتعويض ما فات بالدورة السورية الجيش أهل حلب تشرين الواسبي من وجهة نظر المتواضعة أنا بشوف أنه هني أفضل أربع عندي كانوا موجودين في كأس سوريا إلى حد الآن أنا بوجهة نظر أنه هني الأربع فرق بيستاهلوا الوصول إلى كأس سوريا بالإضافة للموسم السابق كانوا يقدموا أداء ونتائج مقبولة بالإضافة لنادج تشريني اللي أنت عم تحكي عن بطول الدورة السورية نادج تشريني اللي رح يحاول يجمع بين الدورة والكاس نادل واسبي اللي رح يحاول يعود خسارته بالدورة السورية كان هو قابقة وصينة وأدنى من حصولها على بطولة الدورة السورية رح يحاول يعوض بكأس سوريا أهل حلب بعد التعاقدات بعد ضخط دماء الشابة بالفريق يعني شوفنا أهل حلب تحسن وأنا وعدتكم من الموسم السابق ونتبقوا الموسم القادم ترقبوا أهل حلب منافس قوي على بطولة الدورة رح يحاول يرجع للأمجاد رح يحاول يرجع لبطولة الدورة الموسم القادم رح يحاول حاليا بكأس سوريا انه حقق كأس سوريا ان حصلت رح تكون فرحة كبيرة بحلب بالاضافة لنادج جيش اسم كبير في كأس سوريا وبالدور السورية انت بتحكي عن اربع عندي سورية للامانة استاهل تكون في نص نيائي كأس سوريا اذا قبل ما نفوت بالتفاصيل دعمنا بلايك دخلالين علينا باللايك دعمونا باللايك واللي عم يحضرنا ما اشترك ما نشترك بالقناة اذا مباراة الزهب رح تكون ان شاء الله يوم السلساء القادم بعد بكرة ساعة خمسة بتوقيت دمشق الا اذا تغير التوقيت اي فريق بيطلب ان المباراة تكون تحت الاضواء الكاشفي ممكن يتغير التوقيت الا الان توقيت الساعة خمسة الساعة خمسة يعني تحت طقت الشمس يعني هاي مو مباراة تكرت قدم بكل تأكيد هي عقوبة عقوبة عسكرية للاندي سوريا يعني شوب شوب كتير كان الله في عون اللاعبين والجماهير خلينا نحكي عن المباراة الاولى المباراة الاولى يلي رح تجمع مباراة ان انا سميتها كسر العضب رح تجمع تشرين بطل الدوري السوري والوسبي وصيفه البطل وصيفه ورح يلعبه بنص نهاية كأس سوريا مباراة رائعة يعني فينا نقول تشرين للتأكيد للجميع حابب يأكد للجميع انه انا بستاهل بطولة الدوري نادى الوسبي بد يرود عبر هالمباراة ويتأهل الى كأس سوريا ويقول انا انظلمت في بطولة الدوري خاصة مع عيادة مباراة اهل حلب كنت استحق بطولة الدوري مباراة كسر العضب رح تحضر مباراة رائعة بتمنى بتمنى انه نشهد اهداف بتمنى نحضر كورت قدم حقيقي اتمنى اذا تشرين الوسبي مباراة الزهب رح تكون باللادئي مباراة رائعة مهم يشوفنا نادى تشرين بمباراة الاخيرة امام الوحدة كان عم يتأهل مباراة الاياب عم تفوق بهدف مقابل لشيء بدمشق بالنسبة لنادي الوسبي مع تقلق حسين رحال كان عم يتفوق وكان عم يفوز على نادى فاتويس سانجرمان سميناها فاتويس سانجرمان براكلات الترجيح 4-2 اذا نادى الوسبي رغم كترة اللاعب اللي طلعته من النادي ونقص اللاعبين ما هيك انت عم توصل الى نص نهائي كأس سوريا بالنسبة للوسبي بعيد بكرر ووصوله الى نص نهائي كأس سوريا هو انجاز للنادي هو انجاز للنادي بكل تأكيد نادى تشرين مطالب بالمزيد مطالب بتحقيق كأس سوريا طبعا الفريقين مطالبين بتحقيق كأس سوريا بس نحن عم نحكي عن العوامل المادية والمالية والاقتصادية والتعاقدات للفريقين فريق الوسبي يخسر كتير لعبين مباراة رح تكون مثل ما حكينا كسر عضب بالنسبة لتوقعاته عم يزعله من توقعاته ان مباراة الزهب تشرين والوسبي مما انه باللادئي انا بتوقع ان المباراة هي اقرب هي اقرب لنادي تشرين ممكن ممكن يتفوق فيها نادة تشرين او يكون للوسبي رأي اخر اكتب لي بكومنتو وقعاتك اما المباراة التانية رح تكون قمة مباريات كأس سوريا انا حكيت المبارتين كبار والاربع عندي اكبر رح نحضر نص نهائي رأي انت هم تحضرها انت هم تحضر فريقين انت هم تحكي عن فريقين هني تاريخ بالكرة السورية انت بتحكي عن اهل حلب مدرسي ما بداعي نقول من اهل حلب ما بداعي نقول من هو ناد الاتحاد وانت بتحكي عن نادة جيش الوصولاته الوصولاتهم كان بالدور السوري وفي كأس سوريا انت بتحكي عن فريقين كبار بالدور السوري اهل حلب رح يحاول عبر بطولة كأس سوريا انه يرجع للامجاد يرجع للبطولات وانه هذا الشيء بتوقع وانه هذا الشيء بتوقع واذا لا سمح الله أهل حلب ما حقق بطولة الكأس بتوقع بطولة الدورة يعود بطولة الدورة موسم القادم نادي أهل حلب عم يصير على الطريق الصحيح ليش دا تسألني ليش تعاقدات الأموال بكل تأكيد لا 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 اهتم بالفئات العمرية هذا الشيء اللي عم نحكيه من المواسم بالنسبة للأنزيل سوريه تكون عندك فريق شاب بقيادة معنى الراشد موسمين ثلاثة عم يقدم موسم رائع لفئة الشباب عم يحقق بطولة الدورة فكل تأكيد انت رح تصل لمرحلة الرجال قادر تنافس على بطولة الدورة بدون ما ادفع هالأموال والتعاقدات وثلاثمية مليون واربعمية مليون واصرف المليارات بصرفوا على فئة الشباب وبرجى عنده فريق أول قوي كالسابق إذن أهل حلب مواجهة الجيش الجيش متل ما حكينا تاريخ بالموسم السابق الجيش كان نهاية الموسم مع رأفة محمد عم تتحسن نتائج بكل تأكيد عم تتحسن نتائج بالنسبة لأهل حلب أهل حلب كان عم يتأهل لدور نصف النهائي بعد انسحاب نادي الحرية للأسف للأسف بعد انسحاب نادي الحرية كان عم يلعب مباراة وديية أمام الكرامة كان متعادل بدون أهداف بالنسبة لنادي الجيش نادي الجيش كان عم يتأهل بعد انسحاب نادي الحرجالي لنفس السبب أنه ما في أموال ما في تعاقد لاعبين مشكلة الدورة السورية وكان عم يصل إلى نصف نهائي وكان عم يواجه جبلة وديية وكانت عم تتحول إلى باب الحارة ضرب البوكس كه شيء غال حكينا فقرة عوج عن المباراة أهلي حلب ونادي الجيش بالنسبة لتوقعات المباراة بين زهب وقياب ستكون صعبة ممكن توصل لركلات الترجيح ممكن بس إنما توقعات أهلي حلب والجيش أتوقع بمجمل مبارتين أنسوا مباراة زهب بمجمل مبارتين أتوقع تأهل نادي أهلي حلب إلى نهاية كأسوريا أتوقع اكتب لي بكومنت توقعاتك من هذا الفيديو اليوم حابب أوجه رسالة اتحاد كرد قدم إنه معلش أنتوا عم تلعبوا اللاعبين ساعة خمسة والله طقت الشمس إذا الجمهور قاعد عم درغات احترق احترق صابتوا ضربة شمس كيف شو بنا نحكي على اللاعبين اللي عم يلقوا 90 ديات بتمنى إنه كأسوريا يعني المفروض هو إنه ينتهي أبكر من هيك يعني نحن هلا بنحكي نحن بشهر الثامن عز دين الصيف لو مسبقين كأسوريا عبرود يعني لو لعبانينهم من شهرين أو ثلاثة والساعة أربعة والساعة ثلاثة مباراة بكونوا طاقص شوي ديسا فيه وبرود مو هلا بعز دين الشمس جايين كونت لعبوهم الساعة خمسة يا أما عملوا المباراة على الأضواء الكاشفية يا أما بداية الموسم عملوا برنامج عملوا مخطط للدورة السورية ولكأسوريا إنه المباراة وخاصة إنت عم تحكي عن نص نهائية المباراة مصرية بالنسبة للأندي بالنسبة لللاعبين إنه هاي المباراة نص نهائية ما تكون بشهر الثامن ما تكون الساعة خمسة بتوقيت سوريا عز دين الشمس يعني إنت عم تعقبوا لللاعبين هاي عقوبة عسكرية وليس تكرت قدم هاي عقوبة عسكرية وليس تكرت قدم يعني مباراة يا أما لعبونا على الأضواء الكاشفية ما كنتوا سبوا سبوا بطولة الكاس ما تخلوا توصل لشهر الصيف عز دين الشيب بسوريا وتلعبوا اللاعبين رحموا رحموا هاللاعبين رحموا رياضتنا السوريين نحن يعني عوجة عوجة أنت عم تحضر مباراة يعني حكي عن الربع نهاية خلينا نحكي عن الربع نهاية المبارتين المبارتين بتشوف اللاعبين أخر ربع ساعة خلص يعني ما عنده مشكي أخي ربحان خسران ما عنده أي مشكي المهم صفر يا حكم خلينا نروع بيته يا أخي خلص رحمني يعني حتى بمباراة الواسبو واللعبين وصلوا ركلاة الترجيح ما شايفين قدامه خلص لا بس بديو يشلح تيابه ياخد له دوش بارد ويقول لك لا رياضة ولا أي شيء بدينا بس خليناها هاي عقوبة هاي عقوبة عسكرية يتمنى يكون لنا نحن واعي أكتر بالنسبة لاتحادات كرة القدم بالنسبة لرزنامة الدورة السورية رزنامة كأسورة يكون لنا واعي أكتر نهاية فيديو اليوم دعمنا بفيديو بلايك اللي عم يحضرنا وماشترك مانا يشترك بالقناة تمنى اللي أمان بر الله خير سلامت